بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم الدرس الثاني من الشابتر السادس وسنكمل فيه حديثنا عن الحوض بيلفز في الدرس السابق عرفنا أن هذا العظم الأصفر هو الإيليوم أو هو عظم الحرقفة والذي باللون الأحمر وهو عظم البيوبيس وهو عظم العاني أما بالأخضر فهو عظم الإيسكيام وهو عظم الإيسك والعظم باللون الأزرق وهو العجز ساكروم سندرس الحوض على عدة مراحل بسبب كثرة البنى والتراكيب التشريحية داخله وسنأخذ بعد ذلك صور شعاعية بسيطة وصور CT تبقي محوري وصور MRI رانين مغناطيسي حتى يصبح لدينا فهم كامل للأناتومي الخاص بالبلفز بداية ما هي أهمية الحوض؟ بشكل أساسي هو عبارة عن صلة الوصل بين العمود الفقري وبين الطرفين السفليين وهو يؤمن مسكن للجهاز الهضم السفلي والجهاز البولي والعضاء التناسلية في أي مرجع طبي ستجد أنهم يقسمون البلفز إلى قسمين أساسيين حوض كبير كاذب false bilvis وهو يشمل تتمة البطن من بداية الإيليم وحتى هذا المستوى وهذا هو false bilvis الحوض الكاذب والقسم الثاني وهو الحوض الصغير الحوض الحقيقي true bilvis وهو يشمل فقط هذه المنطقة من مدخل الحوض إلى قاع الحوض فإذا نظرنا إلى هذه الصورة هذا هو false bilvis أما هنا في الأسفل فهو true bilvis أما مناطق الحوض فلدينا مدخل الحوض inlet ومنتصف الحوض mid plane وقاع الحوض أو مخرج الحوض outlet ولنرى هذه الصورة كما نرى هذا هو الانلت والميدبلين والأوتلت والمنطقة العلوية من البلفز تسمى false bilvis الحوض الكاذب والمنطقة السفلية وهي true bilvis الحوض الحقيقي وهكذا تعرفنا على تقسيمات ومناطق الحوض سنأخذ فاصل قصير ثم سنكمل موسيقى لننظر الآن إلى البلفز من الجهة الجانبية لاديرو سنلاحظ أن البلفز يأخذ شكل زاوية مائلة ولهذا أهمية بتغيير الزاوية بين الجزء البولي الأمامي عن الجزء الشرجي الخلفي ولهذا أهمية كبيرة في أداء كل من الجهاز البولي والجهاز الهضمي بالنسبة لنا كفنيين أشعة إذا كنت تعمل فقط بتصوير الأشعة البسيطة فسيهمك فقط أن تعرف المكونات العظمية أما إذا كنت تعمل على CT أو MRI فيجب أن تعرف أيضا البنة الداخلية من الحوض في هذا الدرس سنبدأ بتعزيز فهم البنية العظمية للحوض النفصل الأهم في البلفز وهو مفصل الورك وهو يسمى وهو يقرأ هكذا وبعض الترجمات يترجم بأنه خاصرة ولكن معناه هنا هو مفصل الورك لنشاهد هذه المقاطع مفصل الهب يتألف من كرة وتجويف تجلس بداخله بهذا الشكل لذلك نقول أن نوع هذا المفصل هو بول آن سوكيت مما يعطينا حركة واسعة ومرينة للطرف السفلي وكما ذكرنا بالدرس السابق أن هذا التجويف تم تسميته بأسيتابيولوم حيث أن مفصل الهب يتشكل من الهيد أوف ذفيومر وهو رأس الفخز وهذا هو عنق الفخز النك وهذين التبارجين العظميين العلوي يسمى والسفلي يسمى وباللغة العربية نسميهما المدور الكبير والمدور الصغير في نهاية هذا الدرس سنقوم بمراجعة لكل ما مر معنا أثناء الدرس الآن كما نرى أن النيك يتصل مع عظم الفخز الشافت بزاوية 130 درجة بهذا الشكل وبالنسبة للبنية العظمية التي تشكل رأس الفخز فإذا أخذنا مقطع طولي في عظم الفيمورال هيد سنرى أن البنية العظمية تختلف من مكان إلى آخر وهذا ليعطي تركيب مخصص لتحمل الضغط الذي يتحمله مفصل الهيب أثناء الحركة ومن أوائل المناطق التي تتأثر بها شاشة العظم هي منطقة النيك وهذا هو سبب أننا نقيس هذه المنطقة بالتحديد عند إجراء قياس كسافة عظمية بجهاز الدي اكس اي وسنخصص له درس منفصل نشرح فيه هذا الجهاز بشكل مفصل والترقق العظمي وخاصة عند الكبار في السن يؤدي في النهاية إلى كسر عظمي فكما نرى في هذه الصورة هناك كسر في عظم النيك وهناك بعض المعالم التشريحية الهامة في البلفس سنأخذها في هذا الدرس المعلم الأول وهو خط شينتونس وهو يسمى شينتونس لاين وهو عبارة عن خط منحني يمر من الناحية السفلية لعظم البيوبيس العلوي مستمرا نحو الحافة السفلية لعظم النيك بهذا الشكل فكما نرى هذا يدل على حالة طبيعية هكذا في أجهة اليمنى وهكذا في أجهة اليسرة ولكن لنرى هذه الصورة لاحظ كيف أن خط شينتونس لا يشكل خط منحني كامل وهذا يدل على خلع بالمفصل وهكذا تعرفنا على ما هو خط شينتونس لنرى هذه الصورة خط شينتونس فيها طبيعي أما هذه الصور لاحظ انقطاع خط شينتونس مما يدل على حالة غير طبيعية مثل وجود خلع بالمفصل المعلم التشريحي الآخر في البلفس وهو علامة تسمى تيردروب والتي تعني الدمعة وهي علامة تدل على شكل طبيعي اختفاؤها يدل على حالة مرضية وهي بهذا الشكل لاحظ هنا كيف تظهر بشكل دمعة صغيرة وهنا في هذه الصورة وكما قلنا تسمى تيردروب وسنكتفي بهذا القدر من المعلومات في هذا الدرس وسنقوم بمراجعة سريعة لما أخذناه قلنا أن الحوض ينقسم إلى حوض كاذب فولس بيلفس وحوض حقيقي ترو بيلفس وهو يتشكل من مدخل انليت ومنتصف ميدبلين ومخرج الحوض اوتليت وعرفنا أن هذا هو مفصل الورك هب وهو يتألف من رأس الفخز هيد وهذا هنا عنق الفخز نيك وقلنا أن منطقة النيك هي التي يحدث فيها كسور بشكل شائع عند الكبار في السن وتعرفنا على خط شينتونس الذي يستخدم للكشف عن خلع الورك وتعرفنا على علامة الدمعة تيردروب وهذا هو درس اليوم وشكراً للمشاهدة ويمكنك الانضبام إلينا إلى جروب الواتس أب عبر الرابط أسفل الفيديو وشكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر